شكرا رمز نبدأ بطبيعة الحال جولتنا اليوم بكورونا وعن مقال لهدي الفرفور اليوم من صحيفة الأخبار عن وضع مستشفى رفيق الحريري الحكومي كتبت هدي الفرفور مقال تحت عنوان عداد الإصابات يسجل كورونا أربعة المستشفى الحكومي وحيدا إذن من يزر المستشفى الحكومي اليوم يدرك انعكاس الريبة على المستشفى الذي عمد إلى تخفيف أعداد مرضاه وفق دائرة العلاقات العامة فيه على أن يستأنف العمل فيه بشكل طبيعي بدءا من الاثنين يقول موظفون مستشفى أن وطيرة العمل خفت حكما وأن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بشأن فصل مداخل الطوارئ وقسم العزل عن بقية أقصام المستشفى لم تشفع للمستشفى كي لا يتم عزله هذه الوقائع تعني عمليا فقدان المستشفى موارد كان يقطات عليها سواء عبر اعتماده على مرضى النازحين السوريين أو عبر تخصوصه في إجاء الفحوصات المخبرية للعمال الأجانب وغيرها وهو ما يطرح تساؤلا بشأن الخطط التي يجب درسها لدعمه لاستكمال عمله والنغوض به والأهم تجنب إقفاله بعد الانتهاء من موجة الفيروس بفعل إرساء واقع التخوف منه من جهة أخرى مصادر طبية مطلعة في المستشفى الحكومي قالت للأخبار أن المستشفيات الخاصة ستكون رابحة في نهاية المطاف مع تحويل جميع المرضى العاديين الذين تغطي وزارة الصحة تكليف استشفائهم إليها في وقت تبدو فيه وزارة الصحة بعيدة عن الالتفات لهذه القضية في ظل انشغالها في مسألة تحديد مستشفيات للعزل في المناطق فعلى رغم أن المستشفى الحكومي يستطيع احتضان نحو 140 مريض إلا أنه في حال اجتداد الأزمة لا مهرب من تخصيص مستشفيات في المناطق وهو أمر يشكل تحديا كبيرا حتى الآن لا تسميات واضحة ومحددة للمستشفيات التي ستخصص للعزل مع استبعاد كاملا لاستخدام أي مستشفى خاص إلا أن معلومات الأخبار تشير إلى احتمال تخصيص مستشفيات كانت مجمدة ولم تفتتح بعد كمستشفى مشغراء الحكومي في البقاع والمستشفى التركي في صيدة وهو مستشفى حكومي تم تجهيزه بمجب هبات قدمتها الحكومة التركية ولم يتم افتتاحه بعد وتسعى وزارة الصحة ومن خلفها خلية الأزمة الوزرية إلى تركيز جهودها على تحديد المستشفيات تحسبا للأزمة التي قد تشتد في الأيام المقبلة مع ارتفاع أعداد المصابين وفق مصادر مسؤولة وعن قرار وزير التربية والتعليم العالي أمس بإقفال جميع المؤسسات التعليمية كتبت اللواء اليوم في المشات في معلومات المصادر الوزرية فأن وزير التربية والتعليم العالي أثار الاتصالات التي تريده من الأهالي والمؤسسات التربوية بشأن وضع المدارس والتلميذ والاحتمالات التي يمكن أن تحدث وفتح هذا الأمر نقاشا أمام ضرورة اتخاذ قرار وعرض وزير الصحة العام حمد حسن داخل جلسة تطورات الموضوع فيما أطلع وزير الأشغال ميشيل نجار مجلس الوزراء على قراره بوقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس وهي تحديدا كما بات معلوما الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا باستثناء المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمي في لبنان ونفت المصادر الوزرية ما تردد من معلومات خطيرة قيل أن وزير الصحة أدل بها بشأن هذا الفيروس وإثن البحث تقرر أن يصدر وزير التربية بالتنصيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية قرارا بإقفال المدارس لمدة أسبوع قابلة للتجديد على أن يتم التشاور كذلك مع منظمة الصحة العالمية وفهم من المصادر أن هذا الإقفال سيسمح لإدارات المدارس الرسمية والخاصة لتعقيم جميع الصفوف وتنظيفها تماما بحيث تنخفض احتمالات انتشار الفيروس في حال اتبعت الإدارات والأهالي والطلاب إرشادات الوقاية منه أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وعن اليورو بونز والكابيتل كونترول أيضا من صحيفة اللواء الليجان الوزارية في أزمة ودياب ينأى عن السجلات ويستعد لتحرك عربي عدد تعيينات المتوقعة الأسبوع المقبل لنواب حاكم مصف لبنان ورجلة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خارج الألية المتبعة بالإضافة إلى القرار النهائي في مخص سندات اليورو بونز كشفت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من أداء بعض الليجان الاستشارية التي شكلها مؤخرا لكي تتولى دراسة ووضع الاقتراحات اللازمة للمسائل والملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة للبت فيها وإقرارها بعد خلافات وتشابكات ومناكفات حصلت بين بعض الأعضاء فيها ومحاولة البعض الآخر الاستئثار بمهمات وصلحيات لجان أخرى والأهم هو عدم كفاءة لجان محددة القيام بالمهمات المنوطة بها وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة هو الآن في صدد دراسة إصدار قرار بإلغاء الليجان العديمة الجدوى ودمج لجان ببعضها البعض لتفادي تكرار الخلافات نفسها لسيما تضارب الصلاحيات وتمكنها من تسريع إنجازات المهمات المنوطة بها بالسرعة الممكنة وكشف مصدر مطلع لللواء أن الاتجاه لإصدار مرسوم كابيتل كنترول تأخر في ضوء الاجتماعات الرسمية والمالية بين كبار المسؤولين وانتظار بتي مصير الموقف من استحقاق اليوروبونز نبقى في دفع السياق وإلى صحيفة الجمهورية آذار شهر الحسم والكابيتل كنترول إلى التشريح بحسب معلومات الجمهورية فإن آخر النصائح التي نقلها ممثلو المؤسسات المالية الدولية إلى المسؤولي في الدولة اللبنانية مفادها كفى تضيع وقت وتشير هذه المعلومات إلى أن هذه النصيحة اقترنت بالتعبير عن الاستغراب من جمود الخطوات العلاجية ومن عدم مبادرة الحكومة إلى تقديم شيء ملموس حتى الآن فالمجتمع الدولي كان وما يزال ينتظرها ولكن ما يخشى منه مع هذا التأخر هو عدم تمكن الحكومة من تخطي السياسات السابقة التي أدت إلى تفاقم الأزمة ودخولها مرحلة الحرج الشديد وأبلغت مصادر وزرية الجمهورية أن أذار المقبل هو شهر الحسم لمجموعة من الأمور بدءا من سندات اليوروبونز وتليها خطوات ملموسة يشعر بها المواطن ويجري نقاش سياسي اقتصادي بين المكونات الأساسية للحكومة حول الخيارات العلاجية التي يمكن الذهاب إليها وبحسب المعلومات فإن الرأي شبه مجتمع على اللامفر من اتخاذ إجراءات وخطوات موجعة ونقل في هذا الإطار عن مرجع سياسي كبير قوله متفقون على أن الوضع مأسوي والضرورات تبيح المحضورات أحيانا وربما تكون الإجراءات الموجعة آخر الدواء الذي لا بد من أن يتم اللجوء إليه لكن ما هو ممنوع ومحظور هو أن نلقي كل شيء على المواطن فقبل أي إجراءات يجب أن نقدم للمواطن ما يعزز ثقته بدولته وبالتالي من الآن نقول أنه لا يكون هناك مجال لأن تقبل زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو سعر صحيفة البنزين أو رفع تعرفة الكهرباء وغير ذلك من الرسوم والضرائب ما لم تسبقها خطوات أساسية أولها إصطاح الكهرباء تنظيم الاتصالات وأجير والجمارك بما يمنع الهدر واختلاس الأموال والتهرب الجمركي والتهريب على المعابر البرية والبحرية وبمعنى أوضح لا إجراءات موجعة قبل تطغير هذه الكطاعات ثلاثة مما يعتريها من فضائح وفضائع وفساد ومفسدين يجب أن يشعر المواطن بذلك أولا ومن ثم يأتي الحديث عن إجراءات موجعة وعن موضوع بارز أيضا وهو التشكيلات القضائية كتبت صحيفة نداء الوطن لليوم في موضوع التشكيلات القضائية أكد مصدر قضائي رفيع لنداء الوطن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود سينتهي من التشكيلات خلال ساعات معتمدا معايير ثابتة لا يقبل خرقها وأبرز هذه التحديات ملف مدعي عام جبل لبنان القضية غاد عون فوفق المعلومات أن تدخلات سياسية تحاول ثني المجلس عن نقل عون إلى موقع آخر وبحسب المصدر القضائي فإن رئيس الجمهورية ميشيل عون وفارقه غير موافقين على نقلها لكن المجلس ورئيسه لا يلتفتا إلى التدخلات السياسية ما دفع بالقاضية غاد عون إلى التهديد بالاستقالة كرد على خطوة نقلها إذا تمت ويشدد المصدر على أن هذه الأسليب لن تنفع مع مجلس القضاء الأعلى الذي سيعامل كل الأطراف سواسية ولا ينصع إلى أي تدخل سياسي مؤكدا أن القضية عون ستكون مشمولة بالتشكيلات ويلفت إلى أن ما قد يعرقل التشكيلات هو عدم توقيع أحد المعنيين عليها ورجحت مصادر قضائية أن تتم إحالة التشكيلات إلى المعنيين لتنال التوقيع مطلع الأسبوع المقبل والأمور ماضية في طريقها إيجابيا ومعلوم أن التشكيلات تحتاج إلى توقيع وزير العدل وزير المال رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وهل سيوقع عون على نقل قاضية عون تجيب المصادر القضائية الرئيس يعلم أن الأنظار شاخصة ولا يقدم على عمل كهذا أي عدم التوقيع وعن الأوساط الفرنسية وما تنتظره باريس من صدمة إيجابية من أجل اكتساب الحكومة اللبنانية الثقة أيضا من صحيفة نداء الوطن والي رندة تأي الدين مقال تحت عنوان باريس لم تدعو دياب وتنتظر صدمة إيجابية إذن تؤكد الأوساط أن باريس مازالت تنتظر من الحكومة صدمة لم تحصل بعد من أجل اكتساب الثقة وأكدت الاستعداد لحث الأسرة الدولية على إنقاذ لبنان ولكن عليه اتخاذ خطوات إصلاحية قوية وتفيد بأن لودريان أبلغ نظيره اللبناني بأن العمل مع صندوق النقد الدولي هو مسئولية الحكومة ولو أنه بات صعبا الاستغداء على العمل معه وتضيف أن تدخل صندوق النقد يكون مع إجراءات مواكبة للبرنامج مع البنك الدولي كلا يدفع الشعب اللبناني ثمن تنفيذ الإصلاحات وفي حال استمر حزب الله على رفضه العمل مع برنامج صندوق النقد فسيؤدي ذلك إلى كارثة اقتصادية واجتماعية لأسيما مع غياب برنامج إصلاحات قوي ولا يأتي أي تمويل وحول إمكانية زيارة وزير خارجية لبنان قالت المصادر لودريان لا يزور لبنان إلا عندما تكون هناك حاجة لذلك وزيارة حاليا ليست مطروحة وإذ لفتت مصادر الخارجية الفرنسية إلى أن الإدارة الأمريكية أكثر حذرا بالنسبة للبنان بسبب حزب الله رأت على الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر إقناعا للجميع خصوصا أنها ليست حكومة وحدة وطنية بهذا نأتي مشاهدنا إلى ختم فقرة الصحفاص القصير ونعود لمتابعة الحدث